قام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة بافتتاح عدد من المنشآت بالقيادة الموحدة لشرق القناة حيث استمع من مدير ادارة المهندسين العسكريين الى شرح تفصيلي على مكت لمقر القيادة الموحدة تضمن المنشآت والتجهيزات التي تمت بالمقر واستمع الرئيس السيسي الى ملخص من الفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة استعرض فيه التحضيرات والاجراءات المتعلقة بالاستراتيجية الامنية بسيناء في ظل قيادة موحدة للعمليات شرق القناة لتكفيف منابع الارهاب ومحاصرة وتضييق الخناق على العناصر التكفرية والقضاء عليها كذا عرض نتائج سير العمليات وكيفية التعامل الحاسم مع العناصر التكفرية المسلحة والجهود الامنية المبذولة بالتعاون بين الجيشين الثاني والثالث الميدانيين وعناصر الدعم من الافرع الرئيسية واجهزة القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة لتمشيط ومدهمة الاوكار والبؤر الارهابية والقضاء على العناصر التكفرية في شبه جزيرة سيناء وعبر البيديو كونفرنس قام الرئيس السيسي من داخل مقر القيادة الموحدة بمناقشة قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية عن اجراءاتهم في تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية مشددا على ضرورة الحفاظ على اعلى درجات اليقظة والجهزية للتصدي لكافة التهديدات والمواقف العدائية المحتملة مع التطوير المستمر في التكتيكات والاساليب التي يتم تنفيذها وتنفيذ الضربات الاستباقية لاحباط المخططات والمحاولات التي تستهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة خلال تنفيذ المهام واستعرض الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية جهود الوزارة المبدولة في سيناء بما يسهم في رفع العبء عن كاهل اهالي سيناء وضمان توفير السلع التموينية بالدعم المناسب والجودة العالية وقدم الدكتور احمد عماد الدين وزير الصحة والسكان عرضا للجهود التي تقوم بها الوزارة لتوفير الخدمة الصحية والعلاجية المتميزة لاهالي سيناء طبقا لخطة التنمية وقدمت الدكتور غادا والي وزيرة التضامن الاجتماعي عرضا لاهم الاعمال التي قامت بها الوزارة لمساعدة الاسر من اهالي سيناء بما يضمن زيادة نسبة اشباع متطلباتهم ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جهود الوزارة في تنفيذ العديد من المشروعات العمرانية المقرر انشاؤها في سيناء واستمع القائد الاعلى للقوات المسلحة الى شرح تفصيلي من اللواء اركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عن الموقف التنفيذي لتنمية سيناء بالتعاون مع كافة اجهزة الدولة للمشروعات التنموية والعمرانية في شبه جزيرة سيناء اعرب الرئيس السيسي عن اعتزازه والشعب المصري بكل ما تقوم به القوات المسلحة والشرطة من اعمال وبطولات للحفاظ على امن وسلامة المصريين في كافة ارجاء الوطن وعزم الدولة المصرية حكومة وشعبا على اجتثاث جذور الارهاب واستكمال اعمال التنمية في كافة ربوع مصر وفي القلب منها سيناء الغالية ووجهت تحية لشهداء الواجب واسرهم على ما قدموه من تضحيات جليلة ساهمت في رفعة شأن الوطن وصون مقدساته كما وجهت تحية لاهل سيناء على دورهم الوطني والمساهمة في مساندة القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الارهاب حضر الزيارة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء والفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي واللواء مجد عبدالغفار وزير الداخلية وعدد من الوزراء وقادة الافرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة اشتركوا في القناة